صباح الخير صباح الخير كل بيتابعونا وبما اننا النهاردة فعلا بداية المرحلة الاولى من تخبات مجلس شعب عندي طلب وعندي رجاء من القاومين على اللجان الانتخابية لو حصل اي مشحنات النهاردة او صدام بين افراد داخل اللجان الانتخابية ارجوكو شلوهم زي ما هم طلعوهم الشارع عشان ناس كتيرة جدا هتستنى النهاردة في بيوتها وتشوف لو العملية الانتخابية هتتم بسلام ولا لا لو ما تمتش بسلام مش هتلاقي اقبال على اللجان الانتخابية الحاجة التانية وسائل اعلم هتنقلها وقتي هتقولك فشلت العملية الانتخابية في ساعتها فارجوكو ما تخوفوش الناس من النهاردة تنزل وتدي صوتها فده كان رجاء بس في اول حلقة وخلاص انا بس عايز زالف انصلا استاذا مشاهدين احنا ليه النهاردة كلنا لابسين اسود او يعني جاكتس او كده صودة ولابسين العلامة الحمرة او الربن الحمرة ده الربن دي هتلاقوها النهاردة في كل اللجان الانتخابية هتبقى لابسة اسود وربطة شريطة حمراء على اديها وده تضامنا مع اهالي الشهداء ومع مصابي الثورة فارجو ان احنا كلنا نتضامن معهم النهاردة ونحاول ندعمهم لانهم ليهم كلهم حق علينا مرة تانية بصابع لكل سادة المشاهدين ويوم تاريخي في مصر كلها وزي ما بيقولهم مصر النهاردة هتنتخل يمكن ما بين مؤيد وما بين معارض بس لازم كلنا نشارك في العملية الانتخابية لان دي اول حاجة لنا احنا حقيقية لنا احنا كجيلنا احنا كشباب نكون مشاركين في العملية الانتخابية فمتمنى ان شاء الله النهاردة اليوم يعدي بسلام تام ومحدش يأثر على حد بان هو يقول له مرشح مين او هترشح مين اذا بيحصل عماتا في التقابير هشوفنا قبل كده في الاستفتاء هتقول لعم او لا خليك زي ما انت مقتنع باللي انت مقتنع بيه نهاردة عندنا فقرات كتيرة جدا منها طبعا هنتابع معاكم لعملية الانتخابية بس غير كده كمان معانا الفنان العالمي جورج بغجوري رسام الكاريكلاتور هنتعرف عليه اكتر وهنتعرف طبعا عن رسوماته وقد ايه الشعب المصري في ظل الظروف دي كلها ابن نقطة زي ما بيقولوا نهاردة مرحلة الاولى زي ما احنا قلنا تاني وعايز فكر رسالة المشاهدين لو بتتفرغوا علينا وانتوا النهاردة في القاهرة دلوقتي يعني لو انتوا في محافظات القاهرة او الاسكندرية او بورسعيد او دوميات او كفر الشيخ والفيوم وقسيوت والاكسر والبحر الاحمر بتتفرغوش علينا نفضلكوا ننزلوا صوتوا رجعت فرغوا علينا بعد كده او على اليوتيوب بس دلوقتي تنزلوا وتصوتوا ولو لأي سبب لأي سبب في عمل في ظروف في ايا كان اللي جاين مفتوحة النهاردة لحد الساعة سبعة بس مش لحد الساعة سبعة وبتقفل لا يعني اخر حد دخل لحد ما عاد الساعة سبعة اليوش هيدخلوا حد جديد بعد الساعة سبعة لكن لحد الساعة سبعة لو دخلت في مدرسة او دخلت في نطاق اللجنة وتقفل الماء من الباب من بره هيفضل برضو دورك موجود حتى لو قعد ساعتين بعد كده بس مهم تخش وتوصل اللجنة قبل الساعة سبعة بالليل النهاردة معينا استاذ متولي رمضان مدير تحرير جريدة المال حيكلمنا عن وضع الاقتصادي المال نسيب حضراتكم زي ما شريف كان بيقول تصيبونا ونزلوا صوتو لو سمحتو تتربوش علينا تتربوش علينا وانتبع معاك وبقية فاكرات نهارك سعيد فخليكم بس لك المهدسين موجيزة تتفرجوا علينا عاية بحالة تتفرج يلا بينا